النقطة المهمة جداً النهاردة فيه صورة انتشرت جداً او انتشرت جداً فيه كل وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع مصري محترم محترم وكاتب على ظهره انه عايز كيروش يمشي وانه عايز حسام حسن مدير فن المنتخب مصري هو مسافر الكاميرون مسافر ليه؟ يعني هو ده بالمشهور الكبير ده ليه؟ عشان في الاصل يدعم المنتخب انا شفت له فيديو بعد كده بيعتذر فيه عن هذا الامر وقال له انه ما كانش يقصد هي الازمة فين؟ انا بس مش عايز امسك الراجل ده زي ما مكتب من الناس سلاخون نهاردة عشان ده موقف كتير من المشجعين بيبقوا نفس المشهد يعني فيه كتير من المشجعين يعجبهم اللقطة دي بس ده الحال اللي احنا وصلنا له احنا ساعات ما بنعرفش امتى ننتقد امتى نهاجم وامتى نساند نساند مين؟ منتخب مصر لا كروش ولا حسام حسن مع كامل احترام طبعا للتاريخ العظيم للكابتن حسام حسن كلعب ومدرب ولا حسام البدري ولا اهاب جلال احنا بنشجع منتخب بلدنا منتخب مصر ندعم للحظة الاخيرة نشوف المشهد هيوصل بينا لحد فين وبعد كده كلنا نتكلم كلنا تنرفزنا واتضيقنا بعد المباراة المضايا مفيش واحد تلع قالك لا لا بس كروش عمل مباراة محترمة احنا حظنا كانواحش بس قدام المنتخب النجيلي مفيش حد تلع يقول كده هي صورة هي كورة وبينة للجميع بس احنا وسط البطولة احنا لسه بنلعب لسه فيه مباراة لسه ما خرجناش اصلا ممكن نوصل للنهاية ان شاء الله حتى لو انت شايف الانضاء صعب عشان اداءها ما يطمنش بس ما هو باقي المنتخبات كلها اداءها ما يطمنش لا السنغال هي السنغال ولا الجزائر هي الجزائر ولا المغرب هي المغرب حتى لو بتعدي بنقاط ولا الكاميرون كاميرون ولا اي منتخب في البطولة مبهر او مدهش او يخوف كله سواسية كله في المستوى اللي في النص واللي تحت مفيش حد فارق عن باقي المنتخبات فوالد نوصل لنهاية والد وناخد بطولة ممكن هتقول لي يا عم انت انت مش شايف اداء منتخبنا هقولك تم انت مش شايف اداء المنتخبات التانية هي بس النقطة نصبر ونساند وندعم مش منساند وندعم يعني عشان احنا كيروش ده صاحبنا اصلي كيروش ده مثلا هناخده في لقاء بعد البطولة مثلا فاحنا متفقين معاه فاحنا قلنا بقى نقول ايه كيروش عظيم اصلي لا اصلي كيروش ده مثلا بيدينا حاجة مثلا بناكل ونشرب معا بالليل والصبح والدو مفيش حاجة تخلينا نجامل الجهاز الموجود لمنتخب مصر بس احنا بندعم جهاز منتخب مصر مش الاسماء اللي فيه ندعم جهاز فني لمنتخب مصر وندعم اللاعبين مهما كانت اسماءهم مهما كانت انتماءاتهم مهما كانت شرطات فرقهم احنا بندعم للاخر ننتقد ونزعل لما الأداء يبقى وحش ونخسل لقدر الله زي ما حصل قدام المنتخب النجيري بس نرجع تاني نقف في ظهر منتخبنا في ظهر مصر في ظهر عالمنا اللي بيترفع في البطولات الكبيرة اللي زي دي بكل هدوء انا زي ما قلت لكم مش عايزة امسك في الراجل نفسه اللي انا معرفوش وهو الاصل ازاي تعمل كده وما كانش شي صح وما كانش مش عايزة وعلى فكرة غير التيشرت قبل ما يدخل المباراة بس عشان ده توجه توجه مجموعة من الناس انها تفكر بالطريقة دي مش عايزة امسكه هو الواحد واقولها هو اللي غلطان وهو عنده المأساة بس ده نموذج للي احنا وصلنا له ان احنا بقى عندنا مبلغات في الانتقاد وفي الهجوم وفي التكسير انا اسف لهم كده في التكسير نكسر كل حاجة